اللغة العربية قائمة على الإيجاز يعني لا تحب كثرة الكلام دون داع فبدل ما تقول ربنا بيغفر لنا حاجات كتير جدا قول ربنا غفور وبدل ما تقول ربنا بيعلم أشياء كثيرة جدا جدا قول ربنا عليم ودي اسمها صيغة مبالغة وده موضوع درسنا النهاردة شوف سهل ازاي استخدم العرب بعض الصيغ للمبالغة في حدوث الفعل وهي فعول فعيل فعال مفعال فعل كمان مرة فعول فعيل فعال مفعال فعل وهي أسماء تدل على كثرة وتكرار حدوث الفعل ففعول وفعيل وفعال ومفعال وفعل هذه أشهر صيغ المبالغة وعلى أوزنها بقى تأتي صيغة المبالغة فكلمة فعول على وزن شكور على وزن غفور على وزن صبور وفعيل على وزن سميع قدير بصير فعال تواب علام ضحاك مفعال مقدام معطاء مغوار فعل على وزن حذر لبق فطن يقذ كده درسنا انتهى من نهارده وخلي بالك في ملحوظة للشطرين لو جاب لك في الاختبار استخرج من الفقرة السابقة صيغة مبالغة صعب جدا يجيبها لك مؤشرة كده هو بيجيب لك في البداية ألف ولام أو في النهاية تنوين أو تاء مربوطة أو كلمة بتدل على المثنى أو كلمة بتدل على الجمع انت بتجرد الكلمة من حروف الزيادة دي ثم بعد ذلك تخدها تحطها على الميزان بتاعنا اللي هو الصيغ اللي احنا قلنا عليها فعول فعيل فعال مفعال فعل لو مشت مع أي صيغة فيها يبقى هي صيغة مبالغة فكلمة مثلا الفرحين شفتها في القطع بتاخد كلمة الفرحين تطلع منها الألف واللام وتطلع منها اليأو النون اللي بتدل على الجمع فبقت كلمة فرح فرح على وزن فعل فالفرحين صيغة مبالغة وبرضو ساعات يجي يقول لك استخرج صيغة مبالغة واذكر فعلها فكلمة شكور فعلها شكرة غفور غفرة سميع سمع معطاء أعطى حذر حذرة وهكذا أرجو أن تكون استفدت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته